وليد أزارو وليد أزارو وفخر كل من زارو فخر كل زائر للأهل بصوا كده افتكروا في كل لعب جي النادي للأهل كل لعب جاء للأهل زائرا لقى فيه فخ منصوب شوية يتم الترياء عليه شوية التشكيك في قدراته افتكروا كده بس شوية ايه اللي حصل مع فلافيو شوفوا حجم التحامل الشديد اللي حصل مع فلافيو وقرنوها اذا كان في حد فتح بقه مع اجوجو مثلا اللي جي بيجي بستة الاف مليون جنيه ولا حد تكلم ساعتها ولا حد قال مردوده ايه بس فضلت السهام منصوبة دائما تجاه اه فلافيو ده استمروا واستهدف عدد كبير من لعب الأهل اللي جم من برق ويتم التشكيك في قدراته حاليا وليد أزارو هو هذا المستهدف أباش مهندس طيب ما تيجي نشوف اللي حصل معه اه 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 اول جون جابه في المحلة الراجل راجع بيقول كده فيقولك خبطت في دماغه صدفه هو بيشاور كده نكتشف بعد كده انا كان بيقولون جبتها بالجزء ده من دماغي لأن كل صنط في دماغه عمل يجون يجب جون نكتشف ان دماغه دي على رمان بلد بس امتى بعد موسم اه فتعالوا نشوف أول أهداف في لافيو في غاز المحلة في 30 أغسطس 2005 وفي لافيو أخيرا في لافيو أخيرا يجيب هدف يعني بقول ايه الصراحة بمطابعة جيدة وبالصدفة لما كرة جيلتو خطأ قاتل من محسن الشحاج حظا على اسامة حسني يساب الراجل وفي لافيو أخيرا في لافيو أخيرا يجيب هدف يعني بقول ايه الصراحة بمطابعة جيدة وبالصدفة لما كرة جيلتو خطأ قاتل من محسن الشحاج حظا على اسامة حسني يساب الراجل